السلام عليكم في فيديو جديد مع الكينج اوف ديرينج فيديو اليوم باش نحقو فيه على تجربتي المتواضعة مع بعض المايكات في الهدسات ولا مايكات وحدهم ما تنسوش كالعضة لايك شار سبسكرايب لأي تساؤلات من جال هاردوير جيمينج فيسبوك لانستغرام ديسكور تيك توك في الدسكريبسيون ونعملوا لايك ونهار سببتوا لأحد نجاوبوا فيها على سألة متاعكم اللي عندها برشة اسالة جيست يحضروا لايف بدايتي كانت مع مايك شاريه ب5000 تقريبا من كارفور وكنت نعاني معاه جودة الصوت متاعها سيئة ومعاناة مع الوداستي باش نخرج منها صوت اللي اغلب الفيديوهات اللي تصوروا بيه دي جامعاش موجودين في الشان قدوم برشة بعدها اتطورت شوية وجبت الهدسات هذي ب 35 و 30 دينار تقريبا بالليفريزو متاحها من جوميا المايك متاحها اهون شوي من ناحية الريكورد طبعا بشوي تعب في الوبياس اللي عملت بيه برشة في الفيديوهات ونتصور فما كعبات مازلوا ديسبوني بالفشان مازلوا موجودين بالمايك هذي بدون مبرشة لسونسيات بعدها خذيت المايك هذي ظنن مني اني باش ننخرج كاليتي متاع صوت ويا بمايك دايناميك مايك البربلام وقتها ما كانت عندي حتى معارفة بالانواع المايكات والفروقات بيناتهم وللديناميك مايك لازمة اوديو انترفيس ليه حاجة غالية ومايش ديسبوني بالفيتونس على الور بقافي باكوه من وقتها الي يومنا هذا وفكرة الفيديو في الاساس هي اني كنت باش نصنع بريامب هوم ميت بريامب قاعد نعمل في بعض التجارب على هوم ميت بريامب نحب نعمل بريامب ولا اوديو انترفيس ويكون رخيص وقدر اي شخص يعمل واحدة في البيت جيستي كوليكت شوي قطاعي الكترونيك من كوارت يقدم هذي الفكرة في الاساس لسونسيات الهدف من الفيديو انه باش نشوف فروقات المايكات كي ما قلت هذا ارخص مايك في هدسات شريتها وبديت بيه اليوتيوب وبعدها المايك الفاشل اللي دايناميك مايك اللي ما نجمت نعمل بيه حد شي وبعدها تطور بثمانية وتسعين دينار شريت الاس او جي اي كو اه تروسون مايك تحفون سعرها غالي بات اه للأسف مايك اي اس بي صحيح هو الحل الامثل انسان عندك كارت مار زبالة مية الاسوأ كيكون عندك باور سبلاي زبالة زادة الباور سبلاي مش قاعد يخرج في سنك فولت تنظيفها اللي عملت لي نويز والحل وقتها اني اه اركبت لكابوسيتور اللي ينقص من النويز اللي جايين من الباور سبلاي وحسن الجودة متاعها وعديت معها مدة باختصار اي شخص عندك كارت مار زبالة وباور سبلاي زبالة اذا شريت مايك اي اس بي اللي هو الحل الامثل لك انك اه شوية تعمل فيه موديفكاسيون اللي هي الحكاية هذي تعمل فيه موديفكاسيون تشوف شكون ينجم يلحملك كعبة تكون تنسيون ساس فولت ولا اكثر والكابوسيتور متاحها تكون من الاربع مية وسبعين ميكرو فاراد للالف والف ميكرو فاراد الفين كل ما تكون اكثر كل ما تكون احسن وتنعملك 5 فولت وتخرج لك صوت بتحفون من مايك ال اس بي اذا انت باور سبلاي متاعك مريقل وما وجهت حتى مشكلة امورك تماما المايك اللي بعدها اللي هو الاسطورة متاع الاكسترايك مي جي هاش خمسمية وتسعة اللي شريتها على اساس هيد ست وقتها طابت الهيد ست القديمة بتاعي اللي جا كرفتها كرف الشريت الاكسترايك مي جي ست على خطر هيد ست عندي مايك وموري مريقلا نلعب اعجبهم الصوت جمعين نلعب معهم قلولي الصوت متاحها تحفون شيت ريكورديت بها وتستيتها في ريمون طلع المايك متاعها ممتاز جدا البوب فلتر هذا مايجيش معاها ومنحيهم الايكو تروى الصون وقت لي سيئة اوفيسيال بتسني ريكوردي بهذه هذه المايك متاحها تحفون رغم انها جاك معنا يركب ديريكت على كارت مير مي ممتاز صحيحي كابتي نويز مي كمايك ممتاز شوي ايدت في الوداسيتي الاضع في الايميل اللي هي تنحي النويز تعمل شوي ايدت صغيرة تخرج منها صوت تحفون وهدسات بسموم التسعة وثلاثين دينار شريتها وقتها ويلا حد اللحظة مايك متاحها ممتاز ديجا بش نعمل وتاس تعليمه كل بعدها التطور الممتاز جدا هي الادراجون زيوس اكس باريود الاخرة ننصح اي شخص يحب يشري مايك وهدسات يشري الادراجون باندورا كاقل شي بحكم المايك متاحها تحفون وفيها كارت صون قادر تخرج لك صوت تحفون من المايك وصومها في ثمانين دينار تقريبا سينو اذا تحب حاجة بسعر مقبول جدا وممتازة جدا عندك الادراجون زيوس استعمال اكثر من عام ونصف الريكوردينج متاحها المايك تحفون بحكم فيها بري امب ولا فانتون باور صغير مخصص للمايك فانتون باور يعطي 10 فولت يحول من 5 لديس فولت ويعطي باور للمايك باش ينجم يخرج كاليتي الصون اللي تسمعوا فيها توقع طبعا مع بعض الادت في الاوداسيتي باش تخرجوا كاليتي طيارة ومايك جيد وسعرها تقريبا في 130 دينار هذي نشوفها احسن خيار بنسأ الانساني مايك للريكوردينج والستريمينج والسعر الرخيص امام تون يضرب معاه هادثات تدعم سراون ساون 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 بوانا البيز فيها ممتاز جدا ارجعوا الريفيو متاحها في علامة الاي وهذا من استعمال اكثر من عام ونصف تقريبا امورها تمام تمام بعدها جتني الريد دراجن غاية تحفونه بحكم وايرلس هادثات هذي نستعملها اجور استعمال لليومي الريد دراجن غاية الزيوس ايكس نستعملها في الاستريم قبل ما الجيني لقاية كنت نستعملها ديما قبل ما الجيني لقاية كنت نستعمل هذي برضا قطعتني حرية اكثر نتحرك في الدار نمشي ونجي نعمل اي حاجة ونلبس الهادثات المايك متاعها ليش طيارة بشنا نمرو التاست متاع المايكات هادهم ونشوف الفروقات بينتهم وبداية مع التست أول هدسات بديت بها في عالم اليوتوب تقريبا فما مايك أزبل منها بديت بيه ماش موجود دو ليسونسيال هذا الصوت متاعها وهذا النويز اللي فيها بعدها عندنا المايك هذا الهي سونيك اتش تي الف واربعة يجي معها شاش اسمه ادابتة تير من الجاك هذا الجاك تروة بوان سينك فهذا التست متاع الديناميك مايك شوفوا الصوت متاع ضعيف فهذا التست متاع مايك الاكسترايك ميل اتش جي اتش خمسمية وتسعة اللي هدسات التحفونا دي جات نجم وتسمعوا صوت المايك مي اهني ما غير حتى تعديل بداية بالنسبة التست متاع الايكو التروة صون اركزوا في الحكاية متاع الكاباسيتي وشوفوا النيوز اللي نحكي لكم عليه كابتيه ما غير الكاباسيتي طواني عبارة عمانيش مركبها الكاباسيتي وشوفوا النيوز اللي كابتيه هذا النوع معناه التست متاع الكاباسيتي وهذا صوت المايك نجري بارشا فهما هيك المايك نورمال مستعمل يكون في نيفو هذا ومبعد تعمل له ريقلاج ولا تعمل ادت واخر تست هو الراد دراجن غاية تست 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 فهذا تست هيتسات الراد دراجن غاية كما تشوفوا المايك نجري بارشا من الصوت ضعيف هذا بحكم ما فيهاش فونتون باور كما اختها الزيوس اكس ما نيت لو كان فيها فونتون باور بحكم فيها باتري الباتري اللي تعطينا تنسيون نظيفة نقية مش كما الاس بي لو كانت متوفر في فونتون باور كما اللي في هذه يعطي يخرجنا 10 فولت كانت جودة الصوت المايك هذا تكون ممتازة جدا ما هي الله غالب هذه برميل حاجات اللي الراد دراجن تعوجك فيها ديما طبعا هذا صوت نات متع مايك الراد دراجن زيوس اكس وخلصت القول اذا تحب تشيري مايك ومعندكش هدسات نصيحة كما اقول تشيري الراد دراجن باندورا هي كأرخص حل تجمعلك بين هدسات تحفونة ومايك جيد سينو الراد دراجن زيوس اكس سينو اذا عندك هدسات وتحب تشيري مايك واحدة ارجع الفيديو السابق اشتركوا في القناة